وفي الجزء السادس والعشرين من المصدر نفسه من فتاوى ابن تيمية صفحة مية واثنين وخمسين وما بعدها فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها في العبادات شرك وبدعة كعبادات النصارى ومن أشبههم مثل قصد البقعة المراد من البقعة القبر مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها فإنه ليس من الدين ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وهذا في أصح القولين غير مشروع حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفار لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه تلك البقعة كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة تلاحظون الإصرار والإصرار على أن السفر سفر معصية هذا في الجزء السادس والعشرين وهذا الجزء السابع والعشرون أيضا من مجموع فتاوى ابن تيمية صفحة 139 وما بعدها وقد تنازع المتأخرون في من سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك من المشاهد والمحققون منهم قالوا إن هذا سفر معصية ولا تقصر الصلاة فيه كما لا يقصر في سفر المعصية كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره ابن عقيل هذا هو أبو الوفاء علي ابن عقيل الحنبلي البغدادي من أشد نواصب الحنابلة عداء للعترة الطاهرة متوفى سنة خمسمية وثلاثة للهجرة هذا هو علي ابن عقيل الحنبلي البغدادي من أئمة الحنابلة ومن أشدهم نصبا وعداء للعترة الطاهرة فابن تيمية هو من أئمة الحنابلة أيضا وابن قيم الجوزية كذلك هؤلاء كلهم حنابلة كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره وكذلك ذكر أبو عبد الله ابن بطة وابن بطة هذا من النواصب اللعناء من أئمة الحنابلة كان في بغداد هو في الأصل من مناطق تكريت من المنطقة التي جاء منها الشيخ المفيد من منطقة عكبرة هذا أبو عبد الله ابن بطة هو عبيد الله ابن محمد الحنبلي العكبري متوفى سنة ثلاثمائة وسبعة وثمانين للهجرة ويذكرون له من الكرامات الحنابلة حينما يتحدثون عن ابن بطة هذا يذكرون له من الكرامات ما يذكرون مثل ما يسطر الطوسيون للمقدس الأردبيل وأمثاله من الأكاذيب والترهات الحكاية هي الحكاية والبرنامج الشيطاني موحد فيما بين السقيفتين اللعينتين كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره وكذلك ذكر أبو عبد الله ابن بطة أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء ليس له أصل في شريعة المسلمين ولم ينقل عن السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم إنهم كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاء والصلاة بل لا يقصدون إلا مساجد الله بل المساجد المبنية على غير الوجه الشرعي لا يقصدونها أيضا خلاصة الكلام خلاصة الكلام قصد زيارة قبر رسول الله ليس جائزا ليس جائزا والسفر بهذه النية سفر معصية والحاج إذا ما توجه إلى الحاج وفي الوقت نفسه يقصد زيارة قبر رسول الله سفره سفر معصية إنها حكاية فتاوى الطوسيين فيما يرتبط بزيارة قبر سيد الشهداء أبوهم واحد إبليس الأبالسة منهجهم واحد منهج شيطاني قذر نجس بامتياز يحدثنا أبو سمير الوائلي المكتبة الشعية المتنقلة كما يصفه الطوسيون هكذا يصفه محمد باقر الصادر الخوئي السيستاني إنه المكتبة الشعية المتنقلة جامعة شعية متنقلة إنه أبو سمير الوائلي يحدثنا عن حبيبه ابن قيم الجوزية الشام مر وبيه علماء ومر بيه ابن قيم الجوزية جيب لي نظير ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية بس مور بيشوف هذا الرجل اسقد عنده مؤلفات وسكثر بيها عطاء هاي المؤلفات جيب لي شخص اليوم من أكبر جامعيين خلي يتشع وقتا ليعطي عطاء ابن قيم الجوزية يعتدون عباكرة والعبقري ما تقدر تقول له تعال سير مثل زمانك يقول لك إذا صرت مثل زماني أنا أبو عبقري يا أبا سمير طيح الله حظك وحظ هذا العطاء الذي تتحدث عنه أي عطاء أي عطاء إنه العداء والنصب لعلي وأهل علي أي عطاء هذا الذي تتحدث عنه يا أبا سمير بس هو طايا حظه الشيطلع من عنده الشيطلع من عنده غير طهد الحظ هذا هو الواقع الطوسي الحقيقي بين أيديكم أجواءنا عند الحسين فإن اللعناء الطوسيين يصدرون الفتاوى من أن زيارة الحوزويين إلى كربلاء سفرها يكون سفر معصية مر الكلام في هذا هناك عقدة عند هؤلاء عندهم عقدة من العترة الطاهرة مثل ما عند نواصب السقيفة بني ساعد لكن كل مجموعة تعبر عن عقدتها بما يناسب منهجها السقيفة بني ساعد لها أسلوبها السقيفة بني طوسي لها أسلوبها بحسب أتباع كل سقيفة الطوسيون لا يستطيعون أن يتصرفوا كما يريدون لأن الدخيين من أتباعهم يعتقدون أنهم شيعة للعترة الطاهرة فلا بد من الضحك على ذقونهم بطريقة وأخرى محمد حسين الشامي هو شيعي وكان محافظا لكربلاء أيام البعثيين يحدثنا عن موقف البعثيين من الشعائر الحسينية وعن موقف الخوعي ومحمد باقر الصدر شوكي تجاكم توجيه بأنه تقنعون الناس يعني يتركون مظاهر لطم جاكم توجيه بالاتجاه رسمي هذه وقتها كان أكو دراسة أعدت في فرع الفرات الأوسط لإنهاء المظاهر السلبية مع المحارم إضافة لإنهاء الدرباش ما الكزنة زانية أي إنهاء هذه المظاهر بالإقناع وليس بالإكراه هيش التوجيه نعم فالدراسة رفعت إلى القيادة وأقروها وأقروها عمموها على كل محافظات العراق للالتزام بها وكان في حينها ذكر يعني لغة القوة ما كانت موجودة أبدا أبدا وكان في حينها أنه يعني ضمن الدراسة اللي ما مقتنع يعني بإنهاء هذه المظاهر بإمكان أن يروح إلى كربلة والنجف مسموح هناك يعني هناك ساحة مسموحة أي بس كربلة والنجف فقط في حينها يعني أنا أتذكر بالمثل يعني صار أنه في المهرجان خطابة كل شواسة السماعات كلها انتشرت بالمدينة شيخ أحمد السماو اللي كان ممثل الخوئي الله يرحمه ألقى كلمة ممثل الحزب ألقى كلمة المحافظ ألقى كلمة شعراء ألقى كلمات يبرزون أنه موقف الإمام الحسين في تلك الفترة ونجحت وماك وبعدين حتى ذول الناس الممارسين وقلت الممارسات انتت حجمت انتهت انتهت يعني صار لقاءات وياهم وصار بالإقناع لهم أنه هذه المظاهر تخلف يعني هذه ما لعلقة والحسين استشهد من أجل قيم من أجل مثل ما استشد الناس يقولوا تعالوا تطبروا ورايا يعني هذه وصارت قناعات فهذه قلت لك عممت على كل المحافظات وراء سنتين يعني من 75 صدر أمر نقلي محافظ إلى كربنة كانت كربنة ونجف محافظة واحدة أكو سبب لو ضمن السياق أنه بقيت لا سياق لأنه أنا خلن نقول أنه كنت ناجح في المثال رادوك تنهض محافظة تنهض وكربنة وضع خاص ويهتمون بها وبيها المراجع الدينية بالنجف طبعا ذاك الوقت ما كانت طرع أحزاب دينية ولا نشاط بس عد الشوعين ما 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 أكو أبدا ما يعني يوجد عناصر قومية حركة قومية هذا المشهور والأحزاب الدينية ما مشهور إذا يوجد أشخاص محيئين من جهة الكربلا كربلا والنجف كانت قلت لك محافظة واحدة مو محافظة الكربلا محافظة ونجف قضاء قضاء تابع لها محافظة واحدة في حينها صدرت التعليمات أنه بذيك السنة أنه بعد حتى هاي المظاهر ممنوع منعبات يعني بالقوة مو بالإقناع وإنما منع حتى كربلا والنجف كربلا والنجف هي اللي يظلك بسعد فأنا في حينها أذكر أنه كنت روح وكانوا يطلبون من أدنى أنه استحصال فتاوي فتاوى من الرجال دين من المراجعة الدينية بتحريم هاي المظاهر هم كما رجع ذاك الوقت الخوئي سيد الخوئي الخوئي كذا وحد الخوئي اللي يتذكرهم السيد يوسف الحكيم يوسف الحكيم نعم شيرازي حمد باطر الصدر الله يرحم يعني ذول الإبارزين كانوا معروفين ففي حينها يعني عاولت أنه أنا يعني أن أستحصل هاي الفتاة ورحت افتريت عليهم كلهم الذكر الخوئي الله يرحم ملتقيت بي يعني جيت علي عافل الديوان ما للي كلهم معممين قاعدين اجي قاعد ويا يفد غرفة صغير تحت الدرج يعني رجل كبير بالنسبة اللي كان مقدب ويا بعد شاب يعني لكل وكد فحتي أتذكر قتلة قتلة سيدنا أنه موضوع هاي المظاهر هالسنة صدر قرار بعد إنهاء هاي لأن هذه ما تنسجيم لا مع التطور لا مع الحضارة لا مع مبادئ الإمام الحسين حتى طرقت لقتلة أنا ذكر أنه كنت صغير طلعت ويا أخوتي ليلة العاشر من محرم رحت أريد أشوف التطبير فقعتنا بسجد أذن أذان الفجر قسم منهم قاموا صلوا وراحوا للآبط قسم منهم حتى صلوا ما صلوا يعني قلت له وهذا واجب يعني أنت تقول لي مو كل يمارس التطبير هو متدين رحم الله وقلطت فقلت من عنده أنه إزدار فتوى ما يصدر فتوى بتحريم هذه المظاهر لأسيما أنه تاريخيا سيد محسن الأمين العام اللي كان مرجع دين الكبير في النجاح نعم حرمها هاي المظاهر هو الوحيد أي حرمها وتعرض المشاكل وتعرض المشاكل قام من يطلع يروح من بيته يروح للأمير يردزو ذول الرعا بكشور البيض يضربوه طر يروح للبنان راح لا قاعد بالشام بالشام ايه مندفن هناك المهم فهو الرجل جواب مختصر جاوبني قال لي ابني احنا ما راح نوقف ضد إجراءاتكم بس انتم على كيف كموا الناس يعني هو كلامه ينطوي على شطرين شطر الأول انه ضد هاي بس ما يقدر يفعل اثنين انه انتم منعوها بلقى سوى هاي معناها اي الضبط انه انتم على كيف كموا الناس كملت مع الخوي نعم اخذت الخلاصة احنا وياكم بس على كيف كم ويا الناس رحت لسيد محمد باقر صدر الله يرحم كانت تربط نبيه علاقة كل وثيقة ومحبة لان انا اذكر بال64 و65 بها الفترة فلسفتنا وكنت معجب يعني كان حتى الكتاب يعني من قريته اكبر من استيعاب يعني ما كنت استوعب كل شي يعني بس كنت يعني معجب هل انه عندنا رجل دين يقارن بين النظام الرئيس مالي والنظام الشيوعي ويبرز الاقتصاد الاسلامي كنت معجب بهم ذاك وما شايف انتشاء الصدف انه ورى عشر سنين فكلما انزل للنجف اروح ازوره فاذكر على الموضوع رحت له هو كان يرحب بياه اهلا بابن عمي نقعد هاي قاعدة القرفة فصاع رجل بسيط وفي حينها طبعا هو كان يعتبر الخط الثاني للمرجعية يعني بعد الشعب كان فحشيت وياه قلت لسيدنا موضوع انه احنا مقبلين على العاشر من المحرة وريد انه تصدر فتوى بتحريم هاي المظاهر لانه هاتسنة صدر قرار ممنوع بعد نصا قال لي الله شاهد عليه قال لي ابن عمي انا وياكم بهذا الاجراء وياكم اي يعني بمنحها بس انت علي كيفكم ويا الناس هم نفس كلمة الخور بس لان هذولة داخلة بعقولهم صار لهم سنين فمن تردون تلغوها جيبوا فتش اللي يعوض عنها قلت له مثلي يا سيدنا قال انتو هسا رئيس الدولة مني توفى ما سوو لها حداد قلت له نعم سوي لها حداد قلت لأجهزة لأجهزة لأعلام تتوجه في التوجه خاص لها المناسبة قال مثلي شاين قلت له قرآن تواشيح دينية قلت له هاي مناسبة العاشر من محرم قرآن وتواشيح دينية وياها قصة مقتل الحسين يعني فالطلب مشروع جدا مشروع هذا الكلام الذي ينقله محمد حسين الشامي دقيق لأن هذا الكلام بغض النظر عن محمد حسين الشامي الذي كان محافظا لكربلاء هذا الكلام ينقل عن الخوئي وعن محمد باقر الصدر كثيرا وكثيرا أقرب الناس إليهما ينقلون هذا الكلام عنهما وعن سائر المراجع الآخرين ما يظهر هؤلاء المراجع من تأييد للشعائر الحسينية لأجل ما تريده الشيعة للضحك على ذقون الشيعة هذه حقائق هذه حقائق وحقائق وحقائق والقريبون من هؤلاء المراجع يعرفون دقة هذه المعلومات الوائلي في الوثيقة رقم رقم خمسة وسبعين من الحلقة مية وخمسة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق مجموعة وثائق ضلال وسفاهة وتفاهة وبترية الوائلي يحدثنا عن النعاج عن المواكب الحسينية كان عزم عزم هالسنة هم مصرين أن يشترونهم بعيرة وركبون عليها واحد يشووه عليل وينفوه بهايد بارك من لندن نبه لي طلعون العليل لا مو دع تلك قصة أنا لا احتي لك واقع نبه لي مو دع تلك لطيفة لا واقع هذا نبه لي سويا هذول اتت تتصور ذول على رسلهم عمد لا لا مو على رسلهم بلا كلام هذا اللي يريد يحول لي الحسين يحول لي الحسين الى مسخرة مهزلة يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبش مادروا شنو مرة تفلهله واربع جبا ملبش ولكني عاج التو بقى يعفر بقى يتاريخ التو توين شلق تلقصون على جراحنا تلعبون على جراحنا احنا وين بياحة الهلام شنو هالكال شنو الوضع هذا من وراءكم انتم قلت له والله انا لو اغفر بهؤلاء اتفنهم ببلوعة وهم احياء حتى لو كانوا مخطئين لماذا تريد ان تتفنهم في بالوعة وهم احياء الوائل الوائلي العظيم يريد ان يتفن أناسا من الشيعة يظهرون حزنهم وعزاءهم على الحسين بطريقة لا تروق للوائل يقول والله أنا لو أظهر بيهم أتفنهم بالوع وهم أحياء لماذا؟ ما الذي فعلوه؟ ولكن ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحسين البروجردي من المراجع المعروفين والمشهورين جدا في إيران مرجعيته في أيام الخمسينات من القرن العشرين من القرن الماضي صار مرجعا للشيعة في إيران بعد وفاة مؤسس حوزة قم عبد الكريم الحائري الذي كان مرجعا عاما في إيران حسين البروجردي حسين البروجردي رجاء أن اعرضوا لنا صورته هذه الصورة الأولى للسيد حسين البروجردي واعرضوا لنا الصورة الثانية وهذه صورته الثانية في السنوات الأخيرة من مرجعيته في سنة من السنوات وجه دعوة إلى كل أصحاب المواكب الحسينية في مدينة قم في أواخر أيام شهر ذي الحجة إنها الأيام التي يتهيأ فيها أصحاب المواكب والهيئات الحسينية لتهيئة مواكبهم وهيئاتهم وحسينياتهم لأيام محرم التي ستكون قريبة أرسل على أصحاب المواكب والهيئات والحسينيات فجاءوا يتقاطرون مسرورين إنه المرجع الأعلى ماذا يريد منهم وإذا بهم يصدمون حينما قال لهم بعد أن اجتمعوا في داره قال لهم تقلدون من أنتم قالوا نقلدك يا سماحة المرجع الأعلى قال إنني أحرم عليكم ما تقومون به من نشاط ومن أعمال في الحسينيات وفي المواكب والهيئات صعقوا جميعاً ماذا يقول هذا الرجل صعقوا جميعاً لكن أحداً وضع الحسين جواباً على لسانه فأسكته وأفحمه وأسقط ما في يديه وصار مخذولاً حسيراً بائساً خاسئاً كما يخسأ الكلب حينما قهل له قال له سيدنا احنا انقلدك طيلة السنة بس هاي الأيام العشرة من قلدك بيها لا يستطيعوا أن يمنعهم هم أحرام لا يستطيعوا أن يوجب عليهم أن يقلدوه في هذه الأيام قال له لأحنا انقلدك السنة كلها بس ذن الأيام العشرة من قلدك نحن نقلد الحسين فجاءته الصفعة على وجهه مثل ما نقول بالتعبير الشعب العراقي ضربوا على بوزه ضرب المرجع العظيم على بوزه الكسيف هذا هو واقع مراجع الشيعة وواقع خطباء الشيعة الذين يعتاشون يعتاشون ويجمعون الأموال من منبر الحسين ومن مجالس الحسين هذا هو الواقع الذي عليه الطوسيون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر